فلذلك انا اتمنى انه ما تكونش ضغوطات خارجية على عمل على عمل لجال وهذا المهام الاستطلاعية انا نقول لك قبل ارى ان كن سيدريس لانه عنده هو عنده 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 تحفظ لانه هو كيرأسها ونقول لك هاد اللجنة اللي كيرأسة ديال الاسعار رخ دامه غادا تخرج تقرير دياله كنتمنى يبقى تفاعد الحكومة مع مع مخرجات هاد اللجنة وهي مهمة مهمة استطلاعية حو ثلاثة مهمة انتاج من عند الفلاح مثلا هاد المواطن هذا هو الوقت باش تخرج فاذا كان نعمل مع المير فاته ها هاد من يكن قلوه هاش نخصه يدرش مخصوش يدرش مخصوش يدرش ولكن دبال اخوان راش وضحها السيد راشيد ووسيدريس شوف دباش منو عيد معارضة بغيتون ديرو ركين هاد المعارضة اللي كانت قبل قبل 2021 او لا قبل 2016 ارى تشوفوا زعماء احزاب كانوا يخرجوا من مسيرات نحن في المسيرات أنا كنقول لم يحل الوقت بعد ممكن لم يحل الوقت بعد فلذلك فلذلك نحن نمرس المعارضة بالأدوات والآليات اللي كينا في النظام الداخلي ولي كينا في الدستور وطبعا مثال التدهور والاعتصامات وذلك شي تهورا كينا في الدستور ولكن كنقوله احنا احنا هذا ما هاد شي اللي كنديروه هاد نوع المعارضة احنا كنديروه ولكن ما عم كانش ندير بلاست تسميته عليه ديزيدروس تاوره يدير المعارضة مزيانة لا أعرف ماذا يقول تاور الحكومة أنا لا أشير بالصباط ولكن يقول كلام معقول تاوره يتكلمون كانت تنسيقية تخرج تدير تدور ونحن في البرلمان ونقولوا هناك تهديد السلم الاجتماعي ولا أعني يتعرك وهذا ليس خطر على بلدنا وما تنسوش تقابونا معانا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي